لن ينحصر الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على ما يبدو داخل الحدود السودانية بل من الممكن أن يتخذ هذا النزاع أبعادا جديدة فالأزمة الداخلية الاتصادية والسياسية والأمنية داخل هذا البلد ليست بعيدة من النزاع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الذي امتد بدوره من دولة مالي إلى دول الجوار وخصوصا النيجر وبركينا فاسو انتلاقا من هذه التطورات أعرب خبراء عن قلقهم من خطورة تصعيد الأحداث في السودان على الحدود الليبية والشهادية وهو ما قد يؤدي إلى انتقال عناصر مسلحين وإرهابيين عبر الحدود مع نشاط أكبر لتجارة السلاح فالامتداد القبائلي في الدول الثلاث يدفع نحو احتمالات انخراط المزيد من المسلحين في المشهد بما يؤثر بدرجة كبيرة في الاستقرار بالبلدين بالنسبة إلى تشاد فهي سارعت إلى إغلاق حدودها مع السودان التي يبلغ طولها ألفا وأربعمائة وثلاثة كيلو مترات حتى إشعار آخر تدعيات الأحداث السودانية على تشاد تتمثل في الجانب الاقتصادي بين البلدين حيث توقفت الحركة التجارية بين الحدود فضلا عن الانفلات الأمني بينهما وخاصة أن التقارب بين الدولتين بدأ منذ ثلاث سنوات بوقف حالة الحرب ثم توقيع اتفاق أمني مشترك ما زال صامدا على غير عادة الاتفاقات السابقة كما تثير الاشتباكات في السودان أسئلة بشأن تدعياتها على ليبيا على الصعيدين السياسي والأمني إذا طالت مدتها وخصوصا مع ارتباط السودان بملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا لذلك انطلقت دعوات ليبية لإغلاق الحدود وخاصة أن الجنوب الشرقي الليبي سيكون الأكثر تأثرا إذا امتدت الاشتباكات إلى ليبيا لأن هذه المنطقة تحديدا تعاني فراغا أمنيا كبيرا تأثيرات سيعتمد حجمها على عوامل متعددة أبرزها وأهمها هو مدى توسع النزاع السوداني وسرعة إنهائه